من امراض القلب الى السكر لا تزال السمنة احد اهم العوامل الخطيرة المرتبطة مباشرة بامراض كثيرة مع ارتفاع ارقام الاصابة بالسمنة في دول الخليج العربي تتزايد فرص تعرض الانسان للاصابة بالتهاب المفاصل التنقصي الحالة الطبية التي يسميها الاطباء الفصال العظمي حالة ترتبط بالالم والازعاج عند كل حركة او توقف فالتهاب المفاصل التنقصي يحدث عندما تتأذى الغضاريف المحيطة بالمفاصل وتتآكل مع مرور الزمن مسببة خشونة في المفصل وجفافا في السائل المحيط به الدراسة نشرتها ابحاث مشروع العبع العالمي للمرض الذي يقدم تقييما شاملا لامراض متنوعة في انحاء العالم وجدت ان التهاب المفاصل التنقصي في الورك والركبة والقدم واليد يقترن بمعدلات السمنة المرتفعة التي يعانيها الرجال والنساء على حد سواء ممن تجاوز سن الاربعين في دول الخليج العربي ويعتبر هذا المرض من الامراض المزمنة التي لا علاج لها حاليا الا ان ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة والتغذية الصحية والحفاظ على الوزن المناسب اضافة لتناول الادوية المضادة للالتهابات تسهم في السيطرة على اعراض هذا المرض والتحكم فيه وتلعب التوعية بمخاطره والوقاية منه دورا كبيرا في تفادي الاصابة به مستقبلا وينضم الينا في الاستوديو المدير العام لمستشفى برجيل للجراحة المتطورة الدكتور سامح تربيش اهلا بك دكتور معنا في سكاينيوز عربية نتحدث بداية عن مرض التهاب المفاصل التنكسي لو تحدثنا عن طبيعة هذا المرض تحديدا حقيقة ما هو مرض يعني التنكسي او التهاب التنكسي هو عبارة عن تغير فيزيولوجي طبيعي بيحصل مع العمر بعبارة تانية مع الانسان مع تقدم العمر الانسجة تتغير في جسمه ويحصل نوع من التدهور الغضاريف في المفاصل عموما مو مثل الجلد الجلد عنده قدرة انه يتجدد مثلا فيه انسجة في الجسم زي خلال اعصاب زي الغضاريف ما فيه عندها استطاعة انه يحصل فيها تجديد او ريجينوريشن فبيحصل اللي زكرتي انتي بيحصل تنكس يعني بالدهور الغضروف ففي واقع الامر ما يمكن اعتباره مرض هو عبارة عن تآكل وتدهور الغضروف في المفصد يعني ذلك يحصل فقط مع التقدم بالعمر مع التقدم بالعمر اللي بيهم حقيقة دائما في التهاب التنكسي انه ما هي درجته اذا كان درجة خفيفة وطبيعية تتوافق مع العمر فهذا مقبول اذا كان تطوره سريع واثر على حياة الانسان فهذا بقى احيانا بيضطرنا من هنا كيف نستطيع تشخيص هذه العورد يعني ما هي العورد التي يتسبب بها التهاب المفاصل التنكسي الام الام بالمفاصل بالمفاصل تحدد في الحركة وتحدد في قدرة الانسان على انجاز وظائفه اليومية وحياته اليومية طبعا التشخيص الاكيد بيكون بمراجعة الطبيب وبالتصوير وبالمتابعة دكتور هذا لن نتحدث عن مرض يعني كما حتى حدثنا التهاب المفاصل التنكسي يحدث في كل مفاصل الجسم او يضرب مثلا الركبة او اليد او عادة بيعتمد على المفاصل التي عليها الضغط الكثير مثل الركب الورك هاي المفاصل اللي هي تتحمل الضغط الاكبر بس احيانا في ناس معينين مثلا بيشتولوا في البناء او شي بيصيب مفاصل تانية بيصيب مفاصل يدين بس عموما كما ذكرت هو شائع جدا درجته هي المهمة يعني اذا كان درجته خفيفة لباس اذا كان درجته شديدة هون المشكلة يعني بيقدروا احصائيا انه بالولايات المتحدة الامريكية في عندك فوق الميت مليون زلمة مع هون تنكسي يعني معناته هذا امر طبيعي بس درجته اللي بتهمنا نعم هنا نتحدث عن الرابط الذي تحدثنا عنه في التقرير بين السمنة والتهاب المفاصل التنكسي يعني نعرف في الولايات المتحدة ان يوم تحدثنا في العالم العربي عن ارتفاع معدل السمنة عند البشر عموما هنا ما الرابط الاساسي لانك تحدثت عن العبء او زيادة الوزن عن هذه المناطق تسبب في هذا الالتهاب صحيح حتى حقيقة يعني الفكرة هي فكرة ميكانيكية فكرة استهلاك مثل ما حكيتي لكن حديثا صار في دراسات بتفرجي انه حتى زيادة الوزن ان الدهون الزائد خاصة حول البطن تفرز افرازات ضارة للمفاصل لذلك الانسان المتين زيادة ممكن ان الخشونة ما تكون فقط في الركب والور نتحدث سمين وليس متين لن نخفض هذا الموضوع لانه موضوع خطر يعني اينا فاللي عم قول انه هلا صار في دراسات حقيقة تثبت انه هذه الانسجة الدهنية اللي حول البطن تفرز مواد هرمونات تثير الالتهابات في المفاصل وبالتالي تدعو الى انه المفاصل هادي تتأكد فبتلاقي مثلا حتى المفاصل اليدين ممكن تصيب بسبب هذه المواد حتى صار في دراسات كمان مفصلة اكتر بتحكي على شيء ما احنا نسميها متلازمة استقلابية المتلازمة الاستقلابية اللي هي ارتفاع الكوليسترول السكري هذه بتبروها متلازمة هذه المتلازمة بكتر معها الخشونة المتقدمة لتطلب جراحة احيانا بعبالة تانية صار من الثابت ان المرضى اللي عنده مثلا كوليسترول وسكري انه احتمال انه حتى يتطور الى مرحلة متطورة من الخشونة متقدمة من الخشونة دكتور تحدثت عن ان هناك معدلات لهذا الالتهاب لديك هنا امامك ربما هذا التوضيح يعني هو التوضيح بشكل رئيسي حتى تكون واضح الصورة انه انت المفصل الطبيعي ان المفصل ان المفصل الطبيعي بيكون مغطى بغضاريش اي انت اي مفصل بتفتحي حدا مفصل خارف بتلاقي مغطى العظام بطبقة هي الغضروف هاي الطبقة هي اللي بتعمل مثل شاك ابزوربر ما تسمح للعظام انه تحتك مع بعضها مع تقدم العمر بيحصل تغيرات يعني بيحصل تآكل فيها في المراحل المتقدمة مثل ما الليك شايف في المجسم ما في شيء ما في غضروف فالعظم عم يحتك مع بعضه فعم يسبب الالام وبيحصل تشوهات في الطرف يعني بيحصل بيزيد التقوص مثلا في كتير ناس بتطلع عليهم بالمراحل المتأخرة بتلاقي عندهم تقوص صديد في الساقين ليش؟ لانه المفصل مو بس الغضروف تغير حتى العظام تآكلت في هذه الحال دكتور ما هو الحال؟ هل يتم ذراعات غضروف او وضع غضروف بلاستيكي؟ او هو علاج بالأدوية؟ الحالات المتقدمة يعني نحن لما منوصل لحالات متقدمة وممكن تأثر على نمط حياة المريض هذا بيجي بقى وقت وقت زراعة المفصلة انه هو بالنهاية المريض ممكن انه يبرك يعني ما يقدر يمشي ما يقدر يتحرك حتى على الشغلات بسيطة زي الحمام او انه يعتني بحياته بحاله بحاله الشخصية فانما بتنصل لهذه الحالة المتقدمة دائما للأسف حل جراحي الحل الجراحي بمبدأه انه نحن عم نعوضها عن هذه الغضروف فمنلبس العظم تلبيس بأشرة يعني بعبارة تانية زي نحمي من الاحتكاك نحمي من الاحتكاك ونحط بيناتو زي البلاستيك فانت لما بتعمل هيك كأنك عم ترجع الامور لوضعها الطبيعي أنا يعني مع انه تشبيه بس هو تشبيه للتقريب يعني ما هو تشبيه دقيق المريض طبيب الاسنان لما بيجي عندك نخر بينظف وبيلبس ونفس الشي بالنسبة للمفاصل المفاصل الركبة بشكل خاص يعني كل عمليات الركبة المساوية 95% هي اعادة تغطية في كتير من الناس بيتصور بتصورهم انه انت عم تشيل الصابونة نحن ما عم نشيل شي عم نرجع الامور لوضعها الطبيعي ما نسبة نجاح هذه العملية؟ عالية 98% يعني هي حقيقة الهدف مثل ما ذكرتي انت انه احنا نجنب هذا الحد انه نصلها بس هي كعملية اذا اجريت بشكل دقيق وبشكل فني نسبة نجاحها 98% يعني نحن سنويا نجري فوق 800 حالة من المفاصل الصناعية في شكل سنوي وصار في عدد كبير حية حصل تطورات كثيرة في جراحة المفاصل الصناعية في الركاب انا بالنسبة اللي كان ابرز ها هي حقيقة انه صار في دراسات خاصة بمرضانا بمرضى الشرق الاوسط يعني انتي اليوم اذا طلعت على الانترنت وحطيت كلمة الركبة الاسيوية بتلاقي انه صار في دراسات تتفرجي انه شكل العظم حتى مختلف عند الاسيويين والشرق الوسطيين حتى بتلاقي من ضمن هذه الدراسات دراسات نحن شاركنا فيها نعم فكان في البداية مواصفات المفاصل الصناعية حقيقة بركزة على الانسان الغربي لانه اليوم تطورت لت دماغة مع الانسان الشرقي ايضا والاسيوي والاسيوي تحددان يعني باختصار لو سمحت كيف نتلافى التهاب المفاصل التنكسي بشكل رئيسي الوزن الموضوع التاني انه القضايا الترومة العنيفة يعني اذا صار في عنده الانسان يصابه مفروض انه يراجع لانه اذا حل المشكلة ممكن انه تقلل من تآكل الغضاري في المستقبل نظام غذائي نظام غذائي اهم شيء حقيقة ما في غذاء في كتير دائما السؤال بنسئله ما في غذاء بغزي الغضوه في شكل خاص لا طبعا اتباع نظام غذائي كحي يعني لعدم صحي تماما اهم شيء الحفاظ على الوزن يعني انه ما يزيد الوزن شكرا لك كنت معنا في الستوديو المدير العام لمستشفى برجيل للجراحة المتطورة دكتور سامح تربيشي اهلا وسهلا